شايف الصورة اللي خطفت قلوب كل مشجعين كرة القدم دي وعلى الرغم ان ما بحب الجوزي مورينيو انا كمان اتأثر لحد ما شفت ردة فعله بعد المباراة اللي انت كمان هتشوفها معايا وهتحكم بنفسك وهقولك حاجة في اخر الفيديو ونشوف هتكمل تعاطف معايا ولا يستاهل اللي جراله مورينيو بعد مباراة نهاء اليوروبا ليج نزل الباركنج ورا حاكم المباراة وحصل منه كده اسمع المهم فضل يطارد الحاكم ويسيبه بابشع الشتائي لحد زي ما انت شايف كده الحاكم دور عربيته وابتدى يتحرق وفي ارض الملعب وبعد ما استلم المدالية الفضية نده عليه مشجع من المدرجات وكان ده تصرف جوزي مورينيو وسأله صحفي على الهواء انت ليه بتعمل كده طبعا انت مستني رد انساني او تعاطف مع المشجع لا يا حبيب اسمع كده الرد باشا والله حد يمشي ورا يا جماعة المهم ان مورينيو اللي بيدافع المية وعشرين دقيقة وبيهاجم في المؤتمر الصحفي بس بتصريحات صدمة بعد مباراة نهاء اليوروبا وبيقول يا جماعة هو حد شايف ان مورينيو في ظلم من التحقيق او حد يجي على كرامته من الاخر كده مورينيو بيتهم التحكيم بشكل علني وكل تصرفاته وتصريحاته من الجانب اللي خص التحكيم غير مدروسة وفيها تهور كبير نسمع بقى الجانب الخاص باستمراره من عدمه مع روما ورأيه في الفريق الحالي والمجهود المضاعف اللي عمله مع النادي على المستوى الفني والاداري بقولك ايه اسمع حسن اما عمونتج جوزي مورينيو والجماهير المدردية اللي انتمت للرومانيستا فجأة فحب اقولك ان مورينيو صرف مع نادي روما خلال موسمين 140 مليون يورو وحقق لقب كاس المؤتمرات طيب السيد الحج خسيليوي الصرف كام؟ عايز اقولك ولا حتى صرف سنت واحد مع نادي اشباليا وخرج اليوفينتوس واليونايتد واخيرا روما وخد البطولة من مورينيو الفشيخ اخر حاج فهنا ممكن تقارن مورينيو بمدرب زي خسيليوي سماشي واكيد هيخسر زي ما خسر كده عادي لكن تقارنه بالفيلسوف بيب جوارديولا يبقى انت كده عايز تسمع كلام عيب علي اقوله في فيديو ان كان مورينيو او كريستيانو رونالدو ماينفعش تقارنهم بأساطير زي جوارديولا ولا ميسي وبلاش حق اعلامي بقى لان مافيش وجه للمقارن شوف نهاية موسم كل واحد فيهم كريستيانو حقق سوداسية عكسية باخسار ست بطولات في سنة واحدة والتاني تجنن وعمال يرمي المداليات على المشجئين ويجري ورا الحكام وبيشتمهم فبعد ما سمعنا التصريحات دي واكيد معظمنا شاف الموتش عندك اي تعليق للي بيعمله جوزي مورينيو وهل هو تظلم من التحكيم فعلا وبعدين هي مش الاخطاء التحكمية دي جزء من اللعبة اصلا والمفروض انه مدرب محنك بحجم جوزي مورينيو يكون على علم بيها وهل الجهات اللي بيدير منظومة كرة القدم هيكون لها موقف من تصرفات جوزي مورينيو مع الحاكم وعن التصريحات اللي صرح بيها في المؤتمر الصحفي ولا الموضوع هيتكوس وكبيره غرامه عبيطة وإيقاف موتشين ولا ياسين بونو يستحق التتويج مع فريقه وإيش بيلي عن قدرة واستحكار ونستعين بمقولة اذا رأيت برتغالي يبكي فاعلم ان السبب مغربي والموضوع ده نبقى نقشه في الكومنتين سلام